الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضالين ولولا فضل الله عليك ورحمله لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يغلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان حب الله عليك عظيما لا يخير في كثير من مجال إلا من أمر بصبق أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بدغاء موضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقك الوصول من بعد ما تمين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونسبه جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك لله فقد ضل ضلالا معيدا إن يدعون من ودوده إلا إنافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نسيبا مفروضا ولأظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسر عنا مبينا يعدهم ومن مريهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وأمنوا الصالحات فندخنهم جنات تجري تحتها الأنهار وخاردين فيها أبدا وعدهم حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيه ولا أماني أهل الكتاب من يعمل صوحا يجزبه ولا يجد له من دون الله مليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو أؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يؤلمون نقيرا ومن أحسن جينا من من أسلم وجهه لله هو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماد وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتع لك في النساء قل الله محيكم فيهن وما يغلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون وترغبون أن تنكهوهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا نيتاما من قسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إحراضا فلا تناهى عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خميرا ولو تستطيعوا أن تعذنوا بين النساء ولو حرستم فلا تغيروا كل المين فتذروا هكا المعلقا وإن تصلحوا وتتقوا فيظن الله كان غفورا ورحيما وإن يتفرقوا يؤلناه كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوت الكتابا من قبل كروا وإياكم أن اتقوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ظنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى من الله وكيلا إن يشأ يرهبكم أيها الماس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يجري ثواب الدنيا فإن بالله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سبيعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا طوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله ومنائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم أبابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قيبة غود عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستأذأ بها فلا تقعدوا بعهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم بذن مثلهم إن الله جانب المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذر عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادمون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يؤمن الله فلا تجد به سبيلا يا إلهي اللذين يا إلهي اللذين